اعلنت مؤسسة المبارة الخليفية عن توقيع اتفاقية تعاون مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في مملكة البحرين لتطوير برامج شبابية مستقبلية عبر اطلاق سلسلة من المشاريع والانشطة التي تهدف لمعالجة القضايا الاجتماعية والبيئية المتوافقة مع هداف التنمية المستدامة ودمجها ضمن الوظائف الاساسية للمؤسسة وبهذه المناسبة قالت سمو شيخ زين بنت خالد الخليفة رئيسة مجلس امنام مؤسسة المبارة الخليفية ان الشراكة مع مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي تأتي في اطار المساعي لاطلاق برامج شبابية تهدف لتأسيس قادة متعلمين قادرين على مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية داخل المجتمع عبر تطويع اهداف التنمية المستدامة واضفت ان المبارة تسعى عن طريق هذه البرامج لاستضافة ورش عمل تتمحور حول مساعدة الطلب والطالبات على فهم واستيعاب اهمية اهداف التنمية المستدامة وحثهم على تطبيقها لخلق مجتمع افضل للاجيال القادمة من جانبه قال السيد ستيفانو بيتيناتو الممثل القائم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مملكة البحرين ان الاتفاقية تمثل حجر اساس لمسيرة التعاون مع مؤسسة المبارة الخليفية والتي تعد احدى اكثر الجهات النشطة والساعية لتمكين فئة الشباب في مملكة البحرين مشيرا الى ان برنامج الامم المتحدة الانمائي ملتزم بالتعاون مع المبارة الخليفية لضمان توافق المشاريع الحالية والجديدة مع اهداف التنمية المستدامة اشتركوا في القناة